إحنا الغيبة عندنا حاجة والنميمة حاجة تانية الغيبة إن إحنا نذكر الناس بأشياء ممكن تكون فيهم بس لو سمعوا اللي إحنا بنتكلم عليه فحقهم يزعلوا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ده أصير ده تخين ده مأشف ده مش لقي أكل كلام اللي الناس بتقول ده وهي دي عربية اللي هو ركبها دي ده يكمل عليه ويجيب علب السجاير كلام ده كل أي حاجة فيها انتقاص للآخرين بحاجة تدايقه بحاجة تدايقه ده لو فيه ده لو كانت فيه دي غيبة دي غيبة فقالوا له أرأيت يا رسول الله لو كان فيه ما نقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته يعني افتريت عليه يعني عملت زم بمركب غيبة وكمان بهتان أما النميمة بقى اللي هي من الكبائر دي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد تدايقه ولا أنا ما بتحبكيش دي من قدامك بس كات بتحك في وشك لكن انت متعرفيش هي أصلا اللي في قلبها سواد قد إيه لتجاهك دي قلت عليك دي عملت دي كده فأنت قلبك يتغير ناحية الناس وبتتعامل دي يعني بسمحها أو أشوفها بتتعامل من ناحية إيه أنا بحبك وبخاف عليك وصعبان علي أن أنت طيبة وأنك مش عارفة حقيقة فلانة دي أيوة ده بقى من تلبيس إبليس على الناس ده خلح بتبقى حلوة بس من جوة شر لا شر محدد ده الغيبة صاحبها في ورطة عظيمة لأن أنت دلوقتي بتقدم حسناتك على طبق من ذهب للغير أيوة حبوا أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا نشوفي التشبيه القرآني كأن واحد قاعد بيلغ في لحم بشري بيأكله واللحم بشري ده بتاوحب ميت والميت ده مين بقى ده أخوه اشتركوا في القناة